احنا كتير بقى بنسمع عن موضوع التقشير في حتى البنات الصغيرين بتبقى مهتمة اكتر انها تعرف عن موضوع التقشير بتكلم وانتي دخلة لسه بقى ايه مرحلة ان انا بقى دخلة الجامعة لسه يعني ايه تقشير بشرة وهل فعلا التقشير ده حاجة مناسبة حاجة فعلا بتوحد اللون يعني ايه اقشر بشريتي يعني ايه همشي هقعد في البيت ولا هنزل ولا ايه سبب اللي بيخليني اصلا اعمل تقشير هو زي ما حضرتك قلتي كده فعلا الفئات العمرية الصغيرة شوية هي اللي بتبدأ تفكر في التقشير لان ده من اوائل وبدايات العلاجات يعني او مش هقدر اقول عليه علاج قدم هو تجنب كمان لمشاكل كتير احنا لو بدأنا نعمل تقشير لبشرتنا من وحنا في سن صغير ده هيخلينا نتجنب ان احنا يظهر عندنا حاجات مشاكل كتير بعد كده لما نكبر زي التجعيد زي التصبغات الاجس بوتس اللي هي البقع او التصبغات اللي بتظهر بعد كده لما بنكبر في السن فعلا انا كنت فكرة ان التقشير ده بس عشان خطر البقع او الناس اللي هي الشمس بتأثر فيها ما كنتش عارف انها بتمنع تجعيد كمان بتمنع تجعيد لان فكرة التقشير حاجة من اتنين اولا هي بتديكي بوشرة جديدة خالص لان هي بتشيل طبقة من الجلد كاملة بكل المشاكل اللي فيها كمان هي بتحفز تكوين جلد جديد تحفز تكوين جلد جديد ده معانا ان احنا كمان بنحفز الكولوجين اللي موجود في جسمنا فكمان لو فيه فاين برينكلز التجعيد الخفيفة اللي هي في الفئة العمرية اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي فئة دخول الجامعة او بعد الجامعة لطول ده سنة صغيرة لسه التجعيد ما بقتش غائرة شوية وعميقة في الحالة دي التقشير بيبقى حلوة قوي عشان يحفز الكولوجين اللي موجود في جسمنا عشان التجعيد الخفيفة دي تروح يحفز الكولوجين يعني هي ديني نظارة؟ جدا جدا احنا بشرتنا بتجهد طبعا على مدار الالسانة كلها مع تعرض للشمس مع لايف ستايل السترسفول البيانات اللي بتخرج كل يوم وبتتعرض للأتربة كل الحاجات دي بتخلي بشرتها تبقى بهتينة تبقى مرهقة طول الوقت فكرة التقشير بقى ان احنا بنشيل الطبقة دي تماما كل الطبقة المجهدة اللي تعرضت لكل الحاجات دي وطبقة جديدة تماما زي ما احنا شايفين كده لو انتي لاحظت فرق اللون بين الجلد اللي احنا شغلينه وجلد الجديد ده جلد زي هنرجعه لخيئة ربنا بيبي سكن لا لا ثانية واحدة هو اللي فوق يعني ده جزء ده الابيض ده بعد ما اشرنا وهي كانت مبطاشة كده في الاول بالزبط يعني الصورة دي اكتر صورة توضح احنا بنكون فين وبنبقى فين ان تصبغ الغمقان اللي موجود في الايد حتى ملمس الايد نفسها بعد التأشير طبعا ده بينطبق على كل اجزاء الجسم يعني انا مش بس بتكلم انا بس بتكلم انه هو كمان ينفع لبقية اجزاء الجسم للادين برضو لانها بتتعرض للشمس لمناطق زي الرقبة مثلا كل المناطق دي النيز البنات برضو اللي عندهم الرجبة بتبقى غمقة شوية من الصلاة اه في ناس من الصلاة فعلا بتبقى عندها اه دي القشرة اللي بنحصل عليها بعد التأشير اه ده وقتي كده في وقتها اه يعني دي القشرة اللي بتقع من جلدنا زي ما بقولك كده طبقة من الجلد كاملة بتتأشب انا مش مش فدقة تخيلي ماجيك بصراحة انا يعني انا بعتبر التأشير ده من الحاجات اللي بتخلصنا من اي مشكلة ايا كانت في خلال ايام وليسarakت شكرا شكرا